يا فتح يا عليم يا رزايا كريم الكائن ده بص مبوز على الصبح ومش راضي يروح الحضانة خالص بجد ياسين يعني صعب جدا جدا صاحي مدان مش عايز يروح الحضانة وعملي عايات وعمل حيل في يبني يلا يلا حبيب اختك تأخرت عن الامتحان ماليم كان عندها امتحان انجليزي النهاردة امتحانات اللي هي المهارات المهنية وكان خلاص بقى الساعة دخل على تمانية ونص والامتحان بتاح الساعة تسعة والمدرسة بعيدة شوية عن البيت فيلا حبيبي يلا وحايل فيه وقول له خد خمسة جنيه اشتري حاجة حلوة وانت راجع من الحضانة وحايل فيه وسيس فيه وما فيش فايدة ما شاء الله بصوا بوز وناشف على الصبح المهم نزل بقى كده بعد المحيلة والمسايسة وماريم هنا بقى عملة تقول لي يا ماما بيدياني في الشارع وما بيرضاش يمشي معايا وبييجي عند الحضانة عند باب الحضانة وبيعادي عاية بصوا ماريم بصوا هتقول لي بوشاي وبتقول لي بصي ما بيرضاش يمشي المهم نزل وقعد تحايل فيه وديته خمسة جنيه عشان يردى يمشي ازايكو يا بنات عاملين ايه يا رب بتكونوا في خير وازايك يا قلب اختك يا رب يا رب يا رب بتكونوا في خير وبحبكو اقوى حشتوني جدا 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 وبعد كده قلت بقى اخش ايه اعمل لي شوية من المعجنات لاني بجد جوعانة وكمان مش عايزة انام يعني ما جاليش نوم كانت ساعة تمانية ونص قلت لو نمت يعني هنام امتى وهصحى امتى وماريم اصلا هتقعد ساعة ونص بص في الامتحان وترجع فقلت عم شوية قرص بلدي كده عشان لما ترجع من الامتحان نفتر سوا المهم روحت بقى ايه جايبا كس من الدقيق وكمان حطيت عليه كوباية اه بصو هي كوباية نصها زبدة ونصها زي زبدة صايحة الزبدة اللي انا استخدمتها زبدة فرن تمام وحطيت بقى هنا اه شوية سمسم وحطيت تلات معالق من اللبن البودر وحطيت معلقة سكر وحطيت اه اه ايه وحطيت رشة اه ملح لقى رشة الملح اطادل وحطينا نصتها المهم حطيت بقى العجانة كده وعدت ايه اشغالها على البطيق عشان العجين بتاعي او الديه بتاعي يتبس يبقى عامل يعني الديه كده يخش ايه في الزبدة بعد كده كان عندي بقى لبن آآ رايب آآ تمام آآ كان لبن عندي وقطع وكده هنا بقى كنت حطيت الخميرة وطبعا حطيت رشة الملح وجبت بقى اللبن ده لما عندي اللبن بيقطع ما برموهوش يا بنات بحطه في علبة وبسيبه في التلاجة لحين الاستخدام يعني اللبن ده قطع عندي بقاله بتاع تلات ايام ما رميتهوش قلت اكيد لاستخدام سعب بعجين بيعجينة البيتزا سعب بعجين بيعجين بيعجينة اي حاجة فانا لقيت عندي دقيق وعندي كل حاجة قلت اما عمل كده ايه شوية عجين قصا عجين الشتا بيبقى حلو جدا وصوت ال آآ وريحة الخبيس في البيت بصوا المعلقة الصغيرة اللي حطيتها دي دي كانت رشة ملح تاني صغيرة تمام عشان كنت حطيت رشة صغيرة فتكرت ان هو كيلو دقيق فحطيت ايه رشة كمان آآ آآ بصوا على فكرة ان رشة الملح دي بتصبت العجين معاك الزبدة سبحان الله يعني آآ بتعدل النكهة في كل المعجنات بعد كده عجنتها لمدة آآ خمس دقايق في العجين لو هتعجني على ايدك هياخد معاك العجين عشر دقايق حلو جدا آآ تمام عايز اوري لكم بقى ان العجين طالع زي الملبل وعايز اقول لكم طعمه طحفة جدا اللبن الرايب يا جماعة ما يترميش سيبيه في التلاجة هتحتاجي بص العجين عاملة زي معايا بقولك ومش بتلزق ولا اي حاجة هحطها كده بقى في البولة بتاعتي ونستعين بالله مع بعض واللي لسه ما حطيش اللايك قال بختك حط لايك إليها يا ربنا يكرمك يا رب العالمين المهم يا قال بختك حطي بقى اللايك وتعالو نغطيها برول ستريتش كده حتى من آآ الرول أو شنطة أو أي حاجة وأو آآ فوتت مطبخ نديفة اللي عندك يعني اتوكل على الله وحطيه المهم خرجت بقى كده روات الريسيبشن كانت شوية مخدات متبهدلين وكده يعني ما كانش كتير شلت المخدات وعادلت الكنب وكده وكنست كده الريسيبشن ودخلت تاني بقى شوف كده العاجين خمر لقيته الحمد لله رب العالمين اختمر وبقى زي الفل جبت بقى العاجين بتاعي وطبعا أنا كنت جعانة ومستنية القرص تتعمل لأن أنا عارفة أن القرص ما تاخدش أي وقت يعني آآ عايز أقول لكم إن هي الموضوع كله ما خدش معايا نص ساعة نص ساعة بالزبط عياه اختمرت وستوى وكل حاجة في ساعة لربح بالزبط عشان ما كدبش عليكم كنت بقى خلصت اللي ورايا برا وكان نايس بس إيه غرفة الولاد كده تتزبط قلت أخلص بس اللي ورايا خش عملها إيه على طول والنهاردة قلت إيه نعمل روتين مع بعض كده حلو وخفيف وتعالوا أحكي لكم عن أيام الدراسة عشان في ناس كتير قالوا لي يا نوجي احنا عايزين نعرف انتي آآ الستوري طايم طبعا أنا آآ عاملة من النسخ يدع على تيك توك بس كانت آآ القطات صغيرة يعني فتعالوا كلام أني كمل مع بعض دستوري هك كده حشان تتعرفوا علي أكتر وآآ تعيشوا معي الأجواء أكتر أعرفكم علي أكتر يعني المهم يا بنات أنا بقى إيه كنت أحكيها لكم المرة اللي فاتت إني أنا متجوزة جوزي عن الحب وإني آآ تعرفت عليه يعني عن طريق إن أنا كنت رايحة عند جدتي والكلام ده كله بصوا هنا أنا بعد ما خلصت القرص السادة فقلت طب وليه ما عملش كم قرصة كده بالجبنة أفطر بيهم دلوقت أنا ومريم تمام فقلت يلا بقى أعملهم ونفطر بيهم أنا ومريم آآ بعد كده بقى إيه قعدت آآ حط جبنة اللي هي العبور لاندي كده من جوة العجين وقفليها وكوريها وعمليها كآآ آآ قرصة يعني المهم يا بنات هنا بقى إيه كان آآ آآ أيام تفولتي أنا كنت عايشة مع جدتي ومامتي اتجوزت بعد بابايا بخمس سنين قعدت خمس سنين وبعد كده قالت لأ ما فيش الكلام ده جدي طبعا ضغط عليها قال لها لأ لازم انت تتجوزي وده حقك وكانت أمي ساعتها صغيرة كانت أمي عندها كم سنة كان عندها اربعة وعشرين سنة لأن هي أصلا كانت متجوزة عندها اربعة وعشر سنة قعدت مع أبويا عشر سنين وما حصلش نصيب وكل واحد افترأ وطبعا أبويا والله لابضحك يا ابا أبويا يا جدعان طال لأمي عشان بتجيب بنات عشان بتجيبنا احنا ده جهل ده جهل على فكرة هو مش أبويا بس على فكرة طبعا أنا أنا ما قصدش كلمة جهل عليه هو هو جهل على الكل اللي يعتقد ان الست بيجي منها ازا كان ولد ولا بنت لأ ولد او بنت ده بيكون من الراجل أثبتت الدراسات وكل حاجة أثبتت ان الراجل هو السبب الرئيسي في نوع الجنين فلغاية دلوقتي بشوف ناس بتجيلي بمشاكل اني انا جوزي عايز ولد وانا اعمل ايه يا رب ادعو لي ان انا جيب الولد اصلا جوزي قال لي لو خلفت بنتي تاني هطلقك وهرميك وهعملك على فكرة احنا المفروض في الفين يعني دخلين على الفين تلاتة وعشرين احنا خلاص بقينا يعني عندنا وعي احسن من كده بجده انا بزعل قوي لما بلاقي حد كده هنا بقى يا جماعة القرص تلعت بالسلامة وكنت جعانة جدا 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 كنت خلاص شوية وهموت من الجوع اه هنا بقى بصوا القرص بقى السوى بتاعها حلو جدا بسم الله ما شاء الله ما خدتش يا بنات في الفرن عشر دقايق خلوا بالكو عشان القرص ممكن لقد راتت لسعة من نقل بعد كده رحت افترت وخلاص كده بدل ما ليت التنك خلاص امي بقى يا بيتش يا نوجا اللي وراكي عمليه اختش رحت اقيمة يا قلب اختك وروحت بقى داخلة اخد فم غسيلة عايز اقولك ان انا بخس الغسيل في حياتي محد غسيلة هنا حطيت شوية من الاكسي وحطيت البودرة بتاعت دي عايز اقولك انها فضيعة بتحارف فعلا البقى واخدت بقى آآ بقيت الفم وحطيته المهم يا بنات احنا وقفنا عند فين عندهم بقى اما ايه جدي ضغط على ان هي تتجوز المهم يا بنات جدي ضغط على ان هي تتجوز المهم اتجوزت مين بقى اتجوزت امام جامع كان هو امام الجامع اللي آآ اللي جدي كان بيصلي فيه المهم جدي تعرف عليه وكان عارف بقى ان آآ آآ ان زوجته متوفية ومعابنت عندها اربع سنين كانت زوجته متوفية بقى لها سنة اتوفت وآآ بنتها عندها تلات سنين. المهم فقال له عرض عليه جدي اللي عرض عليه الموضوع كان جدي عنده قناعة اني اخطب البنتك ولا تخطبش الابنك. وكانت مامتي بالنسبة لجدي هي تدلوها حبيبته لاني ما كانش جايب غير بنت واحدة ومعا ولدين. فالمهم بقى ايه آآ جدي بقى عرض عليه الجواز وكده ومامتي طبعا ما رفضتش لاني مامتي كانت ساعتها صغيرة وكان آآ جدي هو كده كده اللي مربينا حتى آآ لما امي كانت بتبقى عايشة مع ابويا آآ قبل التلقى وكده كان جدي وجديش برضو آآ كانوا كلهم في بيت واحد فهميني كان آآ بابايا متجوز في نفس البيت اللي فيه ستين. تمام فبعد كده بقى طبعا ما كانش يقدروا يستغنوا عننا وخدونا هم اللي ربونا ومامتي راحت اتجوزت خلاص واستقرت وبقت ربي آآ البنت اللي هي مامتها متوفية اللي هي اختي دلوقت آآ طبعا وحبيبتي وآآ احنا والله ما اعتبرينها زي اختنا وزيادة كمان آآ بنحبها وهي بتحبنا والغاية دلوقت على فكرة هي طبعا باباها توفى توفى ومامتي اللي رب اللي كملت تربيتها وجوزتها ولما بتولد بنروح لها واحنا لما بنولد بتجيلنا عارفين اللي هي ايه آآ يعني مسلا هتولد لا مش هي مش آآ لا هي اختنا بنروح وبنقف معاها ساعة الولادة اللي هو ايه مش آآ مش ضيوف والكلام ده فاهميني انا بحكي ليه في حكاية ولادة عشان طبعا آآ هي مش هنقول اصلا بتجيلنا وبتزورنا لأ ده لو في مناسبة او في اه لقدر الله احد مثلا زعلانة من جوزها في مشكلة في بتاع بتروح لامي امي هي اللي بتحل معاها وامي اللي بتعمل كل حاجة معاها وامي هي اللي مجوزها يعني هو باباها توفى تمام وهي ملهاش اي حد يعني هي ملهاش اي حد ملهاش غير كان ربنا وابوها وبعد اه وفاة ابوها باباها توفى بعد ما تجوز امي قعد مع امي حوالي آآ سبع سنين تمام سبع سنين ما شمنه غير كل خير كان احسن من ابونا المهم آآ لما توفى امي خدت بقى ايه آآ بنته وربتها وجوزتها وبقت اختلينا وايه كده فسبحان الله ربنا بيعود يعني سبحان ربيه آآ العظيم الكريم ربنا جعل امي سبب او آآ الموضوع كله سبب اني آآ البنت دي تتربى بعد وفاة امها لاني ملهاش حد كان غير ابوها وبعد ما ابوها كان هيتوفى يا تارى كان مصير البنت دي ايه كانت ساعتها آآ بقى لما بابوها اتوفى كان عندها آآ كانت في سنوي كانت في مش عارفة يا في اولا سنوي يا فتانيا سنوي لا سنوي ايه ما كانتش في سنوي كانت في عدادي كانت صغيرة لا 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 كانت في عدادي كانت صغيرة المهم ان هي كانت صغيرة لان انا مش فاكرة آآ التواريخ بالزبط وآآ مامتي بقى اللي خدتها ربتها وكده المهم بقى بعد وفاة آآ الشيخ محمود الله يرحمه ويسامحه اللي هو كان جوز امي يعني آآ خلاص امي بقى لا تزوجت تاني ولا اي حاجة وعاشت آآ معانا آآ بعد كده جدتي بقى توفت وجده توفى قبل لجدتي يعني خلاص كان اول صدمة في حياتي اني آآ بعد ما امي تزوجت كان جدي بقى اللي هو كان كرة عيني ده ده هو كان الاب والسند والضهر يعني انا بحبه قصما بله قلتلكو اكتر من امي وبترحم عليه مش هتصدقوني لان انا ما شفتش منه غير كل خير احتضلنا ويه ربنا في بيته وما كانش بيبخل علينا بحاجة فيا رب ارحمه وسامحه يا رب العالمين المهم يا حبايب قلبي اني آآ بعد ما جدي توفى آآ بعديها على طول آآ يعني بعدها كده بشوية آآ جدتي توفت وبعدها بشوية خلاص جزء امي توفى والعيلة كلها اصبحت متوفين الحزن ده كده عرفتوا ليه بقى انا بسميها ست الحبايب يا حزينة عشان هي فعلا حزينة المهم يا بنات بعد كده يا حبايب قلبي امي بقى رجعت وعاشت معانا وإحنا طبعا خلاص كنا جبيرنا وتجوزنا وربنا يخليها لينا يا رب احنا ملناش اصلا غيرها في الدنيا وهي ملهاش غيرنا بس امي اتظلمت زي ستات كتير او اتظلمت في حياتها اني اه هي اصلا دلوقات ما تعرفش ايه اتطلقت ليه او ايه السبب او ايه اللي يخليها حياتها تتشقل بمية وتمانين درجة وكل ده عشان خلفت بنات لا حاجة بيديها ولا اه يعني كله بيد الله وكان اختبار من ربنا وسبحان الله يعني ده خلفة البنات خيركم من بشرة بانسة فسبحان الله يعني كان ربنا باعت هدية اه لابويا بس ابويا ما استغلهاش خالص فهو الانسان كده على فكرة يا جماعة بيكون ربنا باعت له خير فهو يعتبره شر اه يكون مثلا ربنا شالك من حاجة صعبة اه فانا عايز اقول لكم اه اه مش مش هحكي في تفاصيل بس هقول اه على بويا اللهم لا شماتة احنا دلوقات خلاص مش محتاجينه او مش عايزينه خلاص انت بعتنا في اول الطريق فاستمر بقى في البيعة للاخر اه مش جهدين عليه مش كارهينه كده ولا انا ولا اخواتي على فكرة اه طبعا اللي ما يعرفش التفاصيل قوي احنا ست بنات انا واخواتي احنا ست بنات و اه اه خلاص احنا كمان الستة متجاوزين وماشاء الله اللهم بارك مخلفين وكمان جالي سؤال قبل كده بس حبها برضو ارد عليه حد قال لي يا نوجة انت بقى عملت قولي على مامتك ان هي خلفت كتير وما كنتش خلفت كتير وقال لي خليك تجيب ستة مع انك يا نوجة جايبة ومخلفة خمسة لا انا مش مخلفة خمسة حبيبي انا مخلفة اربعة بس اللهم بارك ربنا يحفظهم ومعايا تلت صبيون ومعايا بنت يعني معايا مريم ومعايا عبدالله ومعايا يونس وياسين عبدالله ده اللي هو زياد عشان هما بيقولولي يا امه زياد تمام? اه ليه جبت الاولاد دي كلها عشان انا جوزي اللي كان حابب كده جوزي اللي طلب لكن انا كنت متجوزة وعندي وعارفة كويس ان الخلفة كتير غلط وان الخلفة كتير بدون داعي وبدون علم الزوج غلط لان انتو برضو لو تلاحظوا في الفيديو اللي انا قلت فيه يعني بدل جوزك مش عايز بطلي تجربي فهمه? عشان انت اللي في الاخر هتشيل نتيجة تجربتك دي. تمام? انا بقى جوزي اللي خلاني قاعد يقول لا انا عايز ولاد. ولاد ما كانش فارق معا بناته ولا سبيان على فكرة بس كان ايه هو ولد وحيد وكان حابب يكون لي عزوة ويكون لي اخوات ويكون لي سند وعيلة وكده. فلما جبت زياد انا خلفت زياد وبعد كده اعدت سنة واحدة وجبت مريم على طول. بعد مريم اعدت بين مريم وياسين سبع سنين. اه اعدت سبع سنين بين مريم وياسين وبعد كده جبت يونس على طول. فالموضوع ما كانش ترتيب مني خالص. عايز اقول لكم على حاجة كمان مهمة جدا 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 جدا. انا ضد ان انت تجيبي اه اولاك كتير. تمام? انا ضدي ده جدا. اعرافي انا ضد ان انت تخليفي كتير. حتى لو جوزك عايز عشان صحتك. انا عايز اقول لك ان يونس اه انا كنت الحمد الله قلت يا رب لك الحمد انا اجيب ايه? اه جبت زياد جبت مريم واعدت ست سنين. قلت مش اجيب تاني. بعد كده اما جوز قاعد يزن يزن. قلت خلاص اجيب. اه يعني ايه اجيب طفل تاني. ازا كان بنت تبقى اخت المريم. وازا كان ولد يبقى اخ لزياد. وخلاص هم تلاتة. اه خير الامور الوسط ورقم تلاتة كده حلوة قوية. المهم اه يونس بقى جز زي قسما بيلاقي ان يونس ده غلطة. غلطة وندمانة عليها. طبعا اللهم مبارك ربنا يحفظه ويرزق كل مشته بالزرورية الصالحة يا رب العالمين. بس عايز اقول لكم ان يونس فعلا غلطة. انا قسما برب العزة. كنت حامل. وما كنتش اعرف اني اه اني حامل. اه يعني لغاية شهر الخامس. اه ازاي بقى هقول لكم. انا كنت بعزل من بيت لبيت. من مكان لمكان. وكنت نزلة بقى اشتري شوية مشتريات واجهز وكل ده قبل ما افتح القناة. تمام? انا انا فتحت القناة بالزبط وانا حامل في اه في يونس. كنت خلاص في اخر كم شهر وجات لفكرة بقى ان انا افتح القناة اليوتيوب والكلام ده. اه فانا باعتبر ان القناة اليوتيوب ده رزق يونس والله العظيم. دايما اقول لهم كده ده رزق يونس. المهم يا حبايب قلبي اه رحت بقى ايه? اه كنت تعبانة في نقل الحاجة والكلام ده. وعلى فكرة انا كنت بردع نضيف. اللي ما يعرفش عن ايه بقى ردع نضيف. يعني ما كانش بيجيلي. اه البريد خالص. ما كانتش بتيجي. اه فروحت بقى ايه? تعبت جامد وجالي برد. انا اول ما بكون حامل سيف او شتا بخش دخل البرد. بعرف ان انا حامل لما بيجي لي برد جديد. اه واروح اكشف وكده اقول لي انت حامل. في الولادي الارباعة على فكرة حصل لنفس الموقف. المهم يا بنات رحت كشفت وراحت الدكتورة. اه كشفت وكده وقايت لي انت عندك برد جديد ومش عارفها ايه. بقول لحضرتك انا معدتي مقلوبة. انا معدت لي ما هو البرد في اه في معدتك والكلام ده. اه خدي ادوية للبرد. المهم خدت ادوية البرد المدة اسبوع وكان غلط على الحوامل على فكرة. انا ما كنتشعرف برضو ان انا حامل. رحت بعديها اه تاني اه في الاستشارة بقى. طيب اقول لك يا دكتورة انا معدتي مقلوبة. وحس بانتفاخ. حس معدتي منتفخة ووجعاني. وعلى طول بحس كده ماليش نفسي للأكل. فطبعا ده من البرد. انا عارفة ان طول ما انا عندي برد وزوري واجعني ما باكلش. المهم رحت قايت لي بقولك ايه اه انا عايز اجت اعمليه لاختبار حمل. قلت لها اختبار حمل ليه? اما حطت ايدها على بطني كده عادت اه بالسماعة وكده. ما قالت ليش ان انا حامل قتلى. انا عايز اجت اعمليه بس اختبار حمل وتجين. قلت لها امتى? قالت لي في ما عمل هنا في المستشفى المستشفى القاهرة لاخر المساكن. اعمليه لي بس كده ايه? تحليل وتعالي. عملت التحليل واعدت ساعة على ما طلع النتيجة. طلعت لي اختي دكتورة الدكتورة من قالت لي مبروك انت حامل. يا خراشة على الصدمة اللي انا كنت فيها. عرفتوا ان هي غلطة. وندمين عليها هو كل تدابير ربنا خير الحمد لله. ومن ساعتها الحمد الله بقى ركبت بقى خلاص اللولب ودلوقت الحمد لله هو دخل في السنة الرابعة والحمد لله مش نوية بفضل الله اجيب اطفال تاني ربنا يخلي لي ولادي ويحفظهم يا رب ويرزق كل مشتاق الزرية الصالحة. طولت عليكم في مشاكل وحكاياتي معلش يا قلب اختك. تعالوا بقى نخش نعمل الغداء سريع لان العيال كلها جت من الحضانة والجم المدرسة. وانا ما كنتش عملت الغداء. تعالوا نعمل غداء سريع وكمان في ناس كتير قالولي يعني لما تيجي تعمل السباني. هنا يا قلب اختك جبت الحلل بتاعتي وحطتها كلها مرة واحدة على النار عشان انا عايز اعمل الغداء سريعا. هنا حطيت معلقة سمنة عشان احمر البصلية ودربت البصلية في الكبه. وهنا حطيت الشعرية عشان هعمل رز بالشعرية والحلة اللي فيها المية اللي التغلي دي او المية السخنة دي عشان هسلق فيها دبابيس في ريخ. يبقى انا هعمل النهار ده ايه? فضل تخيركم بقى هنعمل ايه? خليكم معي بس الاخر الفجر. ايه المهم يا قلب اختي كان اتصلت بجوزي وانا عند اه الدكتورة اه لاني كنت مسبهلة ومش اه مش مركزة كده. هنا بصوا حطيت في حلة الشربة ايه? حطيت اه ورق لورة وبصل وحبهان. ايه المهم فبتصل بجوزي بقول له اه محمد قال لي ايه? عملت ايه? الدكتورة عايت لك يا بنت مش قلتك برد. قلت له يا اخي انا حامل. قال لي ايه? قلت له انا حامل. قال لي من مين? قلت له ما عرفش. والله العظيم الصدمة اللي هو فيها. قاعد يقول لي بجد انت حامل ازاي يعني? قلت له والله ما عرف ده الدكتورة. قايت لي تعالي الاسبوع الجيه عامل لك صنار عشان اعرف انت في الشهر كم بالزبط. اه المهم بصوا الفراخ يا جماعنا غسلها كده غسل ايه? فل شمعة منورة. المهم يا بنات اه روحت وكان جوز مش مصدق ووريت له التحليل الدم. راح قال لي يعني معقولة قلت له اه والله شفت بقى يلا الله المستعين. هنا بقى اه حطيت حطي شربة تحطي مياه سخنة اللي انتش عايزيه. انا ما كانش عندي شربة فحطيت مياه سخنة على الرز وحطيت شوية ملح وقلبته كويس جدا ورشة فلفل اسمر وهغطي بقى عليه واه اه اول ما اغلي هغطي عليه. هنا السبانغ بقى كنت غسلة غسلة من حديد. يا حبيب قال باي خضار تجيبوه خسله كويس جدا بمية وخل وسبوي الصفة في المصفة وخسله تاني وتالت لغاية ما يجيب اخره خصوصا ايه السبانغ. عشان بيبقى كلها ايه تشينا وكده. المهم يا بنات رحت اه تاني بقى الاسبوع التاني. رحت اعمل صنار وكنت اتفاجئت بقى اني اصلا التفل كبير. تخيالي راح انت تعملي صنار يقولك انتش كمان اربع شهورة هتولدي. وانا اصلا بولد في مستشفيات خاصة. يعني غالي. اه بولد اه غالي. المهم هنا بقى رحت محمرة معلقتين لسان عصفور. في ناس بتعملوا بالبرغل والناس بتعملوا بالحمص. في ناس بتعملوا بالرز. انا بعملوا بالسان العصفور زي ما تعودت عندي جدتي. هنا قلبته بقى كده كويس جدا وهسيبه وغوط عليه. واسيب الاكل يتعمل وده كان الاكل واللي حابب يعرف آآ بقيت الكسة. وحابب ان انا اتكلم شوية عن حياة عشان تتعرفوا علي اكتر اكتبوا لي في الكومنتات وبحبوكو جدا جدا. وده كان الغادة النهاردة عايز اقول لكم ان طعم آآ السبان اختفى جدا. وده المخل اللي احنا اللي احنا خللناه مع بعض. وآآ الفراخ حتتها في القلاية آآ اتحمرت على طول وبحبوكو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.